الدراسة المبدئية للليحة مشروع الليحة في حوالي 11 مادة مرجعة المزيد من الدراسة واللجنة حددت يوم 17-11 للانعقار خلالها الامانة العامة مع لجنة فرعية ستقوم بدراسة المواد المرجعة واللي هي خاصة بمادتين الاختصاصات والشعبة البرلمانية المواد المرجعة هي خاصة بمادتين الاختصاصات والشعبة البرلمانية وستوفي بها الأعضاء اتباعا من خلال الوسائل الإلكترونية وستعرض الامانة المشروع فور اكتمالي على الجلسة في اجتماع المقبل أو قبل ذلك لو تمكنت هل هنبعث هذا المشروع فور اكتمالي المجلس الوزراء لإرساله المجلس النواب لما نخلصها هنحد لما تنتهي اللجنة من اعداد مشروع اللائحة بشكلها قبل النهائي ستعرض على الجلسة العامة لمجلس الشيخ يوم ٢٩١١ أو قبل ذلك أو بعد ذلك يعني قد تعقد جلسة سابقة قد تعقد يعني احنا فيه جلسة محددة صحيح إذا انتهت اللجنة ولقينا خلاص خلصنا ممكن السيد الرئيس يدعو المجلس للنقل يعني قد قبل ٢٩١١ أو يوم ٢٩١١ أو بعد ٢٩١١١ يعني اللاحة كبيرة أو ٣٥ مادة ٣٥ مادة طب فانت بسمعنا ان فيه فصل مستحدث فيه فصل مستحدث في اللايحة لسه هيستحدث اللي هو حاجة تنظيمية داخل المجلس يعني يعني حاجة ما لهاش علاقة بالاختصاصات لا الدستور فيه ما يشير إلى التعارض أو ما يدعو إلى التعارض ولا اللايحة لن تتضمن ما هو متعارض مع اختصاصات النواب هي اختصاصات متكاملة الشيوخ بيدرس ويقترع أو يضي الرأي في مشروعات القوانين ويرصل إما إلى سيد الرئيس الجمهورية وإما إلى مجلس النواب يقترح يعني هل لي حق اقتراح؟ طبعا اقتراح بقانون ولا اقتراح؟ النص جاي في الدستور بيقول دراسة واقتراح اقتراح كريمة عامة تشمل كل ما هو يدخل تحت مدلول الاقتراح بما فيها له أن يقترح مشروعات قوانين ويرسلها إما إلى السيد الرئيس الجمهورية وإما إلى مجلس النواب أو الاثنين ممكن نشوف من خلال مجلس الشيوخ ويمارس كل سلطة ولاية ممكن نشوف خلال مجلس الشيوخ مشروعات قوانين بطلع من المجلس كاملة متكاملة ممكن هو يقترح قد يقترح مشروعه كاملة وقد يقترح تعديل اه الكلام ده كان جاي واضح في كلمة السيد الرئيس المجلس في الجلسة اللي افتتاحية ده جزء من التضارب ده شايفينه البعض شايفون ده تضارب ان انا المعنى بالتشريع وانا المعنى بالقوانين فازاي انت تقدم لي قانون مثلا كمجلس الشيوخ ومعنى بالعكس ده تكامل مش تضارب مين يرتضارب اذا كنت انا الذي يقترح وفقا للدستور حاليا بنصوص صريحة الذي يقترح مشروعات القوانين اما الحكومة اللي بيعد مشروعات القوانين اما الحكومة او سيد الرئيس يرسل مشروعات الحكومة الى مجلس النواب او اعضاء من مجلس النواب يقترح اقتراح بقانون ولو اجراءاته التي يمر به وفقا للمادة جالهم بالاضافة الى دول الدستور قال مجلس الشيوخ يقترح ما يراه كفيلا بالمسائل اللي انا اتكلمت اذا رأى ان من دراسته ان الامر يستدعي اصدار القانون لدعم السلام الاجتماعي ودعم الحقوق والحريات يقترح له ان يقترح مشروع القانون اعمالا للمدلول العام للفظ واقتراح ويرسله الى مجلس النواب مجلس النواب يمارس عليه السلطاته ليس ملزما بان يأخذ بالاختراح او لا يأخذ الا اذا كان المقترح ينطبق مع الدستور ويحقق المصلحة العامة فمن هنا مجلس النواب قد لا يرى انه هو يومل خصوصا انه هو مقترح من مؤسسة دستورية مجلس الشيوخ ده مؤسسة دستورية طبعا اسمح لي بسه استوضح بيه يقترح مشروع قانون او يقترح قانون يعني احنا عندنا في مجلس نواب اقتراح بقانون يقدم من نائب ويحال للجنة الاقتراحات والشكاوي مشروع قانون يقدم او يحال من رئيس المجلس الى ويقسم ، إذا كانت لجنة الاقتراح القانون يصبح مشروع قانون مشروع القانون يطلق على ما يقترح ده من مجلس النواب وما يرسل من مجلس الوزر وما يرسل من رئيس الق transactional وما يقر مجلس النواب بصفة نهائية أسمى مشروع القانون يرسل إلى سيد رئيس الجمهورية هو الذي يصدر بعد أن يخرج من الرئيس الجمهورية يسمى قانون. إذن احنا اقتراحه. صيغة بصياغة مختلفة عن دستور ده متعدد سنة الثمانين. دستور سنة الثمانين كان يخذ رأيه في مشروعات القوانين مكملة للدست. نقطة. وبعدين مشروعات القوانين التي يحيلها الرئيس الجمهورية. يولي يتكون مذس ومشروعات القوانين هي جث والتصميiałة من ذلك. بس شرط بلا بتاخد نفس الحكوم طب فاني ما هو توضح في اطار ان الناس مش عارفة توضر مجلس الشيوخ دلوقتي البعض بيرفد لا بعد بدا اقول لا بس توضح للناس مش عارفة اكفاني الناس شايفة ان مجلس الشيوخ هو مليسة جهة رقبية على الحكومة من خلال بقى الاعدادات الرقبية له الطلب المناقشة الحكاية دي هل الحكومة ستكون متواجدة باستمرار زي ما نشوف هنا في المجلس طبع ستكون متواجدة باستمرار ونص الدستور بيقول الحكومة من زمن انها تتواجد انها تتعاون مع مجلس الشيوخ هو لما يعمل يطلب من مرقشة مسألة عامة عشان يستوضح رأيي الحكومة فيه هيكلم مع نفسه ولا مع الحكومة الحكومة الاستضاع سياسة الحكومة بشأنه هو هيستوضح منيه فيه مستوضح ومستوضح منه الحكومة ... ... ... ... ... ... ... ... اشتركوا في القناة